اشتركوا في القناة BMW K 1200 S صممت BMW هاي الدراجة لتكون خفيفة الوزن ورشيقة هاي الدراجة فعليا تعتبر اشي كتير لطيفة التعامل معها على السرعات العالية قوة هاي الدراجة بمحركها هو 1157 سيسي 4 سيلندر خلينا نتفع على انه بعالم الدراجات هاي الارقام كبيرة وهلا حتسمعوا وتشوفوا اشياء غريبة فمثلا هذا المحرك بيعطيك 164 حصان ولكن سرعة الدراجة للمية توصل ل3.2 ثانية وسرعة القصب توصل ل280 كيلومتر هذا الاشي كمان برضو بده اداء عالي للبريكات اللي مراكبينها BMW اللي هي بريكات الايفو الخاصة بانها اتوقف الدراجة بسرعة وتقدر تتحكم فيها طبعا مع نظام الـ ABS اللي موجود فيها طبعا الدراجة هاي تعتبر سريعة ولكن فيه اسرع اذا كانت الدراجة رقم 10 بهاي السرعة فلك ان تتخيل ايش اللي حنسمع بهذا الفيديو ابريليا RSV 1000R ميلي هاي الدراجة تعتبر اسطورة بعالم الدراجات زي كناك عم نحكي مثلا عن ماكلرين F1 تم تصنيع الدراجة من الـ 98 للـ 2000 وميلي معناتها الـ 1000 طبعا لا يغرك انهاديمة بس على الطريق هاي عبارة عن صاروخ ارضي بتعمل هاي الدراجة بمحرك 1000 سيسي مع حقن وقود الكتروني عم نحكي عن قوة بس 141 حصان و107 من عزم دوران هالارقام مع جير صح وخفة وزن بتوصل الدراجة للمية خلال 3.1 ثاني سرعة القصة بتوصل لـ 281 كيلو متر للعلم هاي الدراجة كانت اسرع دراجة بالعالم في الـ 98 MV Agusta F4 1000R الـ Agusta MV طلع منها جيلين وكان فيه منه عدة ازارات لكن اللي بدنا نحكي عنه هو الـ F4 1000R هاي الدراجة تعتبر واحدة من صواريخ الشارع بالـ 2007 انك توقف جنبها رح يعمل لك نهاية حزينة تمتلك هالدراجة محرك LCC 4 سيندر بولد 174 حصان و15 من عزم الدوران بيخليها توصل للمية خلال 2.7 ثانية سرعتها القصة بتوصل لـ 299 كيلو متر يعني بتالت دراجة دخلنا بأرقام مرعبة فإذا قارنناها بالسيارة طبعا هاي الدراجة ممكن تسبق تقريبا أغلب السيارات اللي ممكن تشوفها بالشارع طبعا هون هاي الدراجة فعاليا نضايل منها بالعالم أقل من 500 دراجة حسب الإحصائيات كوازاكي نينجا ZX14R بدأ إنتاج هاي الدراجة من سنة 2006 بديك تتفرج على شكلها فعليا هيك بتحسها عم بتاكل الأرض ولكن فعليا أكيد ما بتاكل الأرض بس لأنه شكلها حلو لا جايب لك القسم اللطيف اللي انت حتحب تسمعه محرك الدراجة 4 سيلندر 1441 سي سي هذا المحرك بيخلي الدراجة تطير حرفيا عن الأرض حتى حاطين عليها النظام بيساعد على انطلاق لأنه فعليا الدراجة تخيلوا بتنطلق من صفر لمية خلال 2.6 ثانية القوة 207 حصان و 158 نيوتن متر من عزم الدوران سرعة السيارة أنا متعود على السيارات ما سامحوني سرعة الدراجة القصوى 299 كيلو متر ومحددة إلكترونيا يعني ممكن كمان تطلع عنها BMW S 1000 RR تم انتاج هذه الدراجة لأول مرة عام 2009 وكان الأساس أنه يستخدموها في سباقات سوبر بايك وورد شامبيونشيب اللي اعتبروها النقاد واحدة من أحسن وأسرع الدراجات اللي بتحمل محرك الـ LCC على فكرة أجت هذه الدراجة بتلات وضعيات اللي هي الـ Wet Sport & Race برضو عليها ABS ومثبت سرعة وكثير من المواصفات اللي ممكن تعتبرها أنه دراجة للشارع مش بس للسباقات بالنسبة للمحرك فهو محرك 1000 CC 4 سلندر مع ناقل حركة 6 سرعات طبعا بيجي مانيول بالنسبة لتسارع الدراجة فبيوصل من صفر لمية خلال 2.7 ثانية مع سرعة قصة بتوصل لـ 303 كيلو متر محددة إلكترونيا وقوتها بتوصل لـ 195 إحصان هوندا CBR 1100XX Blackbird الدراجة هاي قديمة هوندا بدأت تصنعها من 96 لـ 2007 السبب بتصميم هاي الدراجة ومنافستها للكوازاكي نينجا ZX11 طبعا لا رح تقول لي اطلبني يا محمد بمواصفات هالدراجة طالما تحطها على الليستة يا سيدي طالما على الليستة معناته بدك تسمع أرقام جميلة محرك 4 سلندر 1137 سيسي لاحظوا أن المحركات هون عم بتكون أصغر وأكبر ما يعني ما إلا علاقة فعليا بالقوة النهائية مثلا هاي الدراجة قوة 153 حصان مع عزم دوران بيوصل لـ 110 نيوتن ميتر رغم أنه فعليا عدد الأحصان الأقل إلى أنه تسارعها بوصل لـ 2.8 وسرعتها القصة بتوصل لـ 312 كيلومتر في الساعة سيزوكي هايبوزا GSX 1300R تم إنتاج هاي الدراجة عام 1999 وبنفس الوقت كانت أسرع دراجة بوقتها على فكرة هاي الدراجة نزلت على جيلين الأول من 99 لـ 2007 الثاني من 2007 لـ 2020 الحلو بأنه هاي الدراجة في عالم الدراجات هي أشبه بسوبرا بعالم السيارات دراجة مجهزة لتتعدل بشكل جنوني محركها بيجي 1340 سيسي 4 سلندر صوته فعليا أحلى من عمرو دياب بيوصل الدراجة للمية خلال 2.6 ثاني مع عدد أحسن بيوصل لـ 197 حصان وعزم دوران بيوصل لـ 133 نيوتن ميتر من عزم الدوران كل هذا الإشي بيخلي الوحش يوصل للسرعة القصة اللي هي 312 كيلومتر في الساعة كوزاكي نينجا H2R كمان وحش تاني على شكل دراجة من كوزاكي تم تصنيم هالدراجة في 2015 حتى عام 2020 هاي الدراجة بتقدر تقول إنك فعليا تقدر تسبق أي سيارة بتمشي على الشارع حرفيا ليش لا؟ محركة 4 سلندر السيسي سوبر تشارج بيعطيها 310 حصان عفكرة 310 حصان تقريبا هي أرقام أعلى من محرك الموستنج اللي بيتيجي 6 سلندر وهيك فعليا هاي الدراجة اختصاصها تمسح الأراضي باللي بيحاول يطلع عنها خصوصا إنها بتطلع للمية خلال 2.5 الثانية بتقدر توصل لسرعة قصة بتوصل لـ 380 كيلومتر كحد أقصى شايف كل هالحكي؟ طبعا لسه في على القائمة دراجات أسرع منها كمان هاي واحدة من أغرب دراجات العالم تم إنتاج هاي الدراجة بين 2000 إلى 2005 وحاملة رقمين قياسيين مسجلين بكتاب جينيس الرقم الأول بأنها أغلى دراجة كانت في العالم بسعر 175 ألف دولار يعني إذا بتقارنها بلا يعني 260 ألف دولار أما الرقم الثاني بأنها أقوى دراجة نارية على الإطلاق أيامها بدي تتفضلوا على قسم الحالويات وتستمتعوا تبدأ بأول إشي شو محركها؟ محرك رولز رويز طيب شو حجمه؟ ما في حجم ولا سلندرات لأنه ببساطة محرك نفاث أشبه بالموجود بالطيارات واللي بيخلي صوتها فعاليا لما تشتغل طيارة رسمي هذا الوحش بيوصل تسارع من 0 إلى 100 خلال 2.4 ثانية مع السرعة قصة بتوصل إلى 402 كيلو متر في الساعة طبعا محركها بسقوته 320 إحصان لكن عزم الدوران بيوصل إلى 576 نيوتن ميتر هاي الأرقام لدراجة عبارة عن بعزة رسمية دوج تومهوك شوف كل اللي حكينا عن دراجات أبل كوم وهاي دراجة كوم تاني بدي أقولكم تفضلوا على أحد أقوى الدراجات بالعالم واللي ما نصنع منها إلا وحدة تجربية الأرقام والتفاصيل حتبكيك عن جد نبدأ أول إشي بأنها دراجة غريبة من ناحية الشكل أربع عجلات عشان تتحمل وزن المحرك وتكون أكثر ثبات أكثر ثبات لشو؟ للمحرك اللي حتسمعوا هلأ أرقام غريبة جدا بالنسبة لها دراجة شوف محرك الدراجة هو 8300 سي سي مأخوذ من دوج فيبر 10 سيلندر بيعملك 500 إحصان وتسارع للمية خلال ثانية ونص عزم الدوران مرعب 712 نيوتن ميتر كل هاي الأرقام بتخلي هالدراجة توصل لسرعة 500 كيلو متر في الساعة هاي الدراجة طبعا غير قانونية أبدا تمشي على أي شارع يعني أنتوا فاهمين شو يعني أنك تتوقع على سرعة 500 كيلو متر يعني أنت فعليا وجهك حيصير زي العلكة بموقف الباصات حرفيا على الأرض فهاي الدراجة مش هتشتروها ولا هتكون متوفرة هاي كانت 10 دراجات سريعة أو الأسرع في العالم طبعا فيه كمان ممكن نحكي عن الأسرع من هدول الدراجات اللي هي الدراجات المخاصة للدراك ريس والتسارع أو للصباقات فيحكوا لي رأيكم بالتعليقات وإذا فيه موضوع حابين تقترحوا للفيديو القادم كان معكم محمد